أطلق المسلمون رضي الله عنهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصديق لقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم ضرورة تفريغ الصديق رضي الله عنه أو تفرغ الصديق رضي الله عنه للخلافة طبعا لأنه كان فيما قبل تاجرا ويعمل في التجارة فقد كان يغضو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع رضي الله عنه فلما استخلف أو استخلف أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواق يتجير بها فرآه الصحابة أو ممن رآه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه السوق قال تصنع ماذا وقد ولت أمور المسلمين قال فمن أين أطعم عيالي فقال انطلق معنا وكان مع سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا أبو عبيتة بن الجراح فقال له انطلق معنا حتى نفرض لك شيئا أي نفرض لك راتبا أجرة من بيت ماي المسلمين على تولك أمور المسلمين قال فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم أو شطر شئة وبعد ذلك تبين أن هذا لا يكفي فزادوها له بعد حين شكرا لك